أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية طبعا مهم جدا أننا نتعرف على كل استعدادات أبطالنا لأولمبياد باريس وديه كمان مختلف المنافسات إن شاء الله هايخوضوها الفترة اللي جاية فاخرتنا دي هنتكلم من خلالها عن أبطالنا في الرماية تحديدا وحنعرف كافة التفاصيل من ضفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة سيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية وكمان النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي يا صباح الفل على حضرتك أهلا بك معنا صباح خير وعلى أستاذ المشاهدين جميعا أهلا سيادة اللواء بونجور ويمكن آخر برّ كنت حضيتك معنا كنا نتكلم عن الدوشة بتاعت نادي السيد وصوت الرماية بس طبعا يعني أنا بأذر أكيد الموضوع بقاليه دلوقتي قيود أكيد وفي نفس الوقت برضو التدريبات شغالة في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي خلينا نتكلم عن الاختبارات والتدريبات عشان نتطمن لأن احنا كلنا أنا وكريم كل المصريين عايزين نعرف ونتطمن الاتحادات المختلفة أخبارها إيه لأولمبياد باريس هل احنا هنروح زي ما نروحنا زي ما رجعنا ولا هبا فيه اختلاف هذه النسخة والله أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا احنا لو حسبنا كام لعب يسافر إلى دورة لعاب الأولمبية هنقول أن أعداد تفوق الـ 13 ألف أو أكتر من 13 ألف بتنافسه على 300 مدالية أكيد 13 ألف دول هما صفت لعبي العالم كله نحن كاتحاد مصر المياه خلينا نتكلم بطريقة دقيقة شوية عندنا لعبين فعلا تأهلوا الرامي عزمي محلبة فعلا أول لعب في مصر اسم كبير رامي عزمي محلبة تأهل إلى أولمبياد باريس وحصل على المركز الأول وتأهل إلى أولمبياد باريس بالفعل عندنا بقى الرما في مرحلة الاستعداد عندنا الرامي عبدالعزيز محلبة أيضا حصل على المركز الثالث على مستوى العالم لا علم الحلبة بقى مش سكت الأم أم فعلا لعبين متميزين عندهم الموهبة وأتقنوها بالعلم الحاجة الثالثة المهمة أنه خطة الاستعداد لأولمبياد باريس إحنا عملناها بمراحل مختلفة المرحلة الأولى استضافة بطولات عالمية في مصر وصل لأنه في خلال ثلاث سنوات استضافنا 11 بطولة كاس عالم وعالم في مصر المرحلة الأخرى هي السفر والاشتراك في مسابقات كاس عالم المختلفة فيها على الحق العالم ثم الدخول في منافسات البطولة الأفريقية وهي المرحلة التي يتم فيها التأهيل التي إن شاء الله ستقام في مصر في الأول من أكتوبر إلى العاشرة من أكتوبر أنتم تقريباً اشتغلتوا مع نهاية الدورة الأولمبية اللي فاتت على الدورة الأولمبية القادمة إحنا عملنا خطة كمجزة دارة تحدي المصر المية إن إحنا بنعمل عدد اتنين جيل مش جيل في واحد فقط يعني إحنا عندنا الرمال الموجودين حاليين إحنا لدينا جهاز فني جهاز فني بينطقي استعداد الأولمبياد الناشئين 26 ثم الاستعداد لـ 28 وبالتالي بيحدث تواصل بين الأجيال المتواجدة حالياً والفكرة دي مش عشان نقول إن إحنا النهار دا كسبنا مداليا طب وبعد دورة الألعاب هي حصل إيه لازم تكون مستعدين بجيل آخر وده اللي حصل فعلاً عندنا ناشئين سفروا في بطولة العالم ناشئين في مدينة زول في ألمانيا حصلوا على الأرقام اللي هما بيحققوها بل بالعكس تخطوا أرقام الكبار في المسابقات اللي بتنظم على مستوى العالم يبقى إحنا كالتحاد مصر رماية خلقنا عدد اتنين جيل الجيل الأول اللي هو الحالي اللي بيحقق المداليات والجيل الثاني اللي هو بيعمل استعداد للدورات العابلة الأولمبية القادمة وده لابد أنه هنعمل كده لأنه تواجدنا في الرماية هو تواجد أجيال وليس أشخاص طيب حلو جداً أن أنا بجاهز من بعد انتهاء النسخة اللي فاتت وأن أنا بشارك وبستضيف بطولات وغيره هل ده كله بينتك في الآخر أنه بيبقى فيه تطوير طبيعي بيحصل لأداء اللاعبين يعني دي نقطة أنا عايزة أسأل فيها لأن التطوير مهم رقم اثنين فكرة برضو القيمة المادية ومين اللي بيدخ فلوس هل الاتحاد هو اللي بيعمل ده ولا ده جهد زيتي على الأبطال بتوعنا ولا الاتحاد عنده خطة علشان يسبونسر إن شاء الله الأولمبيات الجاية ويبقى ما فيش أي فكر بقى أو أي قلق من حتة الشق المادي خلينا برضو نتطمن الجزء المهم اللي حدك تكلمتي فيه أنه خاص بيئة السبونسورشيب والنحية المادية النحية المادية بيتمول من خلال الدولة خلال ذلك الوزاق الشباب ورياضة بالتعاون مع لجنة المنبيات المصرية الجزء الآخر استضافت البطولات دوت بيجيب عقد بيجيب عقد على الأقل حنقدر نقول إنه هو مبدئيا بيوفر مصاريف الصفر اللي الدولة كانت بتدفعها ليه هي البطولات اللي مصر بتستضيفها يا دي بتبقى مين اللي دافع التكيت والحاجات دي اللي بيبقى دافع اللاعبين أو الدول اللي جاي اللي جاي تشارك في مصر يعني كل واحد بيدفع 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 فلوس طيب إحنا مفروض نشارك في البطولات العالمية إحنا أقامنا هذه البطولات في مصر فإحنا ما دفعناش فلوس يبدأ شق توفير وفي نفس الوقت إيه أنت بتعمل سياحة عندك سياحة رياضية بالضبط إحنا بنعمل فيها حاجات كثيرة كثيرة جدا أولهم الاحتكاك وتناقل الخبرات بين اللاعبين على مستوى العالم كل لعب بيشوف لعب آخر بيضرب بأسطوب معين بيشوف المدربين بيحصل أسئلة وتساؤلات بين الجهات المختلفة سواء العبين أو دارين وبالتالي بيحصل تناقل الخبرات الجزء الآخر اليسياحة الرياضية نحن بنوصل من 1200 إلى 2000 غرفة أوليلة سياحية ده طبعا بيعمل انتعاشة كبيرة في السياحة حاجة الثالثة اللي هو ضخ عملة أجنبية في الدولة لأنه دول طبعا بيدفعوا بالعملة الصعبة إحنا كالتحاد مش بناخد العملة دي إحنا بيدفعها لأماكن الإقامة أو الأماكن اللي هما بيصرفوا فيها إذن حققنا كثير من الأهداف المفروض ده طبعا المنظر أو الظاهرة اللي بتحصل دي ثقة التحاد الدولي في مصر تواجد وزير زي الدكتور أشرف صبحي إن هو يستطيع استقبال والحفاوة برئيس حد دولي تواجد البنية تحتها كبيرة اللي تعتبر الأكبر على مستوى العالم العوامل دي كلها خلي التحاد الدولي بيثق في مصر بيدينا استضافة بطولات الموضوع ده بيوفر لنا فلوس كتير جدا أحسن ما كنا نصرف وندور على العملة الصعبة لا إحنا بنبقى عاديين في مصر وبيجيو يحصل الاحتكاك نحقق مدليات نحقق مكاسب أخرى ليتنقل الخبرات ودي الأهم في هذه المسابقات رياضة الرماية فهل فيها شق عسكري يعني عندنا منتخب مصر عسكري مثلا للرماية من منطلق أن أكيد يعني أكتر الناس خبرة في التعامل مع الفكر أو مبدأ الرماية بحد ذاته أكيد يعني رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية ده سؤال من بابل فضول البحث يعني عندنا منتخب عسكري للرماية احنا برضو عشان نقول المنتخب العسكري أو سواء منتخب من الشرطة احنا بننظم بطولات اتحاد مصر رماية البطولات المحلية بيشارك فيها جميع الأندية الموجودة في مصر بيكون من ضمن هذه المشاركات هي رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة فبيكون انتقاء بس بيشاركوا كعسكريين ولا كمدنيين في الحالة دي لا هم بيشاركوا بصفتهم من الأندية العسكرية وبالتالي احنا بنخلهم بالصفة المدنية ولكن هم هنقول قوام الاتحاد مصر ما